السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور عمد سلامة اخوة التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة. مساء الخير عليكم وما عليش ان انا اتأخرت بس كان معنا ضغط شغل كده. النهاردة هتكلم عن حاجة معلومة هنقولها لكم في خمس دقيقة. حاجة مهمة جدا. الموضوع اللي هنتكلم فيه. موضوع مهم جدا لانه هو السبب الرئيسي والاساسي والمهم في زيادة الوزن والشعور بالجوع. بيعمل الحاجتين دول. زيادة الوزن والشعور بالجوع. هنتكلم عليه ايه هو وايه سببه وازاي نتغلب عليه. رقم واحد ايه هو السبب الاساسي للشعور بالجوع وزيادة الوزن. هو وحش مفترس جوانا بيطلع عشان يزود وزننا. الوحش ده اسمه الانسولين. ايه الانسولين ده? الانسولين بيبقى موجود عشان فايدته ان هو بيدخل السكر لما بيرتفع بيدخله للخلايا الاول يعني بيدخله الخلايا الاستفادة منه كطاقة. طيب لو زاد عن حده بيروح واخده مخزنه الدهون. يعني انا مسلا اديته ميك جرام سكر. ميك جرام سكر. حرق خمسين استفادت بهم كطاقة في الحركة في المجهود في كلام من ده. الخمسين التانيين مش لقلهم مكان خلاص انا خلاص اتقل عندي. بابتدي ان انا بابتدي ان انا يحولهم لدهون. فلما يحولهم لدهون يتخزنوا على الكبد يعني. طيب افرد بقى السكر زاد قوي. ومش لقيله مكان بيبتدي ان هو يتحول لدهون في الجسم. يبقى ازا السبب الرئيسي في زيادة الوزن هو ارتفاع الانسولين وان هو بيخزن الدهون في الجسم. طيب ايه اللي بيخلي الانسولين اصلا يرتفع? تحديدا السكريات. ايه السكريات? يعني السكريات ونشويات. الرز الماكرونا العيش الحلويات العصير اي حاجة فيها سكريات وحلويات اول ما بتدخل انا بشبه الانسولين كده بالكلب السعران. اول ما بترميله عظمة بيبتدي ان هو يجري عليها. ده الكلب كزلك الانسولين اول ما بتدخل له كاربوهيدرات اللي هي رز عيش مكرونا اي حاجة من الحاجات دي بيفرز هو يزيد معدلاته في الجسم. فبالتالي يبتدي بقى يعمل الوظيفة بتاعته ان هو يخزن الدهون لما يزيد حاجة الجسم عن الطاقة. يعني انا خلاص حرق الطاقة بيبتدي ان هو يخزن الباقي بقى دهون في الجسم. يبقى ازا لوجيك كده. انا لو عايز اقلل الانسولين عشان ما زدش في الوزن. بعمل ايه? ببتدي ان انا اقلل الكاربوهيدرات بتاعتي. في حاجة اهم كمان بيعملها الانسولين وهو انه بيديك احساس بالجوع. عشان كده مريض السكر لما بيجي يستخدم الانسولين او بياخد على كل السكر بيبتدي ان هو يحس بالجوع يحس ان هو جعي. يبقى ازا في مشكلة تانية بيعملها الانسولين ان هو بيجوعني اكتر. عشان كده لازم اخد بالي قوي لما باجي اخد كاربوهيدرات ان انا هجوع كمان شوية. يبقى انا لازم اقلل لو انا عايز اخس لازم اقلل الكاربوهيدرات اللي انا باخدها. يبقى نتكلم تاني كده بس عشان ما انتخش من بعض. في حاجة اسمية انسولين عندي في الجسم بتفرز من البنكرياس. الانسولين ده وظيفته اصلا وظيفة سلمية تماما. وظيفته انه بيعمل حاجتين. رقم واحد هو بيدي احساس بالجوع. سانيا ان هو بيبتدى ان هو يحرق الكاربوهيدرات الموجود عشان يطلع طاقة. والباقي بيخزنه كدهون في الجسم. طيب. سبب افراز الانسولين هو الكاربوهيدرات اللي هو النشاويات. اللي هو رز ومكرونة عيش حلويات عصائر والحاجات اللي هي الحلوة دي كلها. هل البروتين بيزود افراز الانسولين? لأ. البروتين ملوش علاقة مباشرة بالانسولين. هل الدهون بتزود افراز الانسولين? لا ملوش علاقة مباشرة. عشان كده. لو انا قدامي اخد دهون او بروتين. ولا اخر كربوهيدرات? هقول لا انا هاخد بروتين او هاخد دهون. ده وانا بعمل نزام غزائي. عشان كده دايما في الانظامة الغزائية بحاب نتبع حاجة اسمها يعني بنقلل الكربوهيدرات في اكلنا. فبالتالي لما نقلل الكربوهيدرات الانسولين بيقل افرازه. فبالتالي ما نحسش بالجوع. فبالتالي ما يتكونش دهون كتير في جسمنا. تمام? طيب. في حاجة مهمة لازم نعرفها كمان ان في حاجة بتزود افراز الانسولين جامد جدا. وفي حاجة بتزود افرازه بشكل بطيء من الكربوهيدرات. كل ما ناخد كربوهيدرات معقدة. يعني كربوهيدرات معقدة? يعني كربوهيدرات تقيلة. اللي هي ايه? اللي هي الرز. اللي هي الحاجات اللي فيها ردة. الحاجات المعقدة دي بترفع الانسولين بشكل مش عالي اوي. في حاجة اسمها جليسيميك اندكس. الجليسيميك اندكس الحاجات دي منخافض. يعني ايه? يعني بيرفع نسبة الانسولين حاجة بسيطة اوي. فبالتالي ما يجوعنيش اوي. وده سبب استخدام الراون بريد او الروز البوني بنستخدمه افضل عشان هو ما بيرفعش نسبة الانسولين جامد فبالتالي ما بيجوعنيش اوي. لكن لو شربت كتير. مثلا العصير ده فيه سكر كتير. فبيعمل قفزة في الانسولين بسرعة. فبيخليني احس بعد نص ساعة بالزبط بحس ان انا جعان اوي. فهو بيعمل قفزة في معادرة الانسولين في الجسم. فمن اخطر الحاجات اللي ممكن نستخدمها اثناء الضايت هو الحلويات عموما او الحاجات اللي فيها سكر بسيط. الحاجات المسكرة او العصير دي بترفع نسبة الانسولين على طول. طيب اذا انا من الملخص كده ابتدي افهم ايه? لو انا عايز اخس صح وعايز احرق دهون صح هعمل الاتي. رقم واحد هقلل الكرباهدرات تماما في اكلي يعني هقلل الكرباهدرات ليه? علشان نسبة الانسولين ما يزيدش اوي فبالتالي ما يحصلش ان انا جوع تاني. وما يحصلش ان انا خزن دهون في الجسم. رقم اتنين عايز اعمل رياضة. ليه? لان الرياضة بتقلل افراز الانسولين في الجسم. يعني الرياضة بتخلي الانسولين يقل في الجسم. حاجة تالتة مهمة اوي 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 ان الانسولين زيادته في الجسم بتؤدي لعديد من الامراض. من ضمنها حاجة اسمه ميتابوليك سندروم. ايه ميتابوليك سندروم ده ان الجسم بيفقد المقاومة ضد يعني بيحصل له مقاومة ضد الانسولين. يعني الجسم بيفرز انسولين بس ما بنعرفش ما بنعرفش نستفيد به. فبيقدي في النهاية الى مرض السكر. ده تتابعات او الحاجات اللي بتحصل نتيجة زيادة افراز الانسولين في الجسم. يبقى ازا انا محتاج من اي حد ناوي ان هو يخص ان هو يقالي للكرباهدرات فاكله يبعد تماما عن السكرات اللي بترفع الانسولين ونعمل حبة رياضة. ده الخطوات الاساسية للنحنا نوقف الانسولين عشان ما يحصلش زيادة في الوزن. اتمنى تكونوا استفدتم من معلومة الانسولين. وان شاء الله هنشرح لكم برضو في المرات الجاية ايه تأسير برضو الانسولين في الجسم وبعض الانظمة الغذائية اللي هنتبحها. كمان في معلومة مهمة كنت عايزة اقولها وهنتفع عليها ان شاء الله ده الفترة الجاية. ان احنا نويين بازن الله الفترة الجاية اننا هنعمل نظام غذائي هنجتمع فيه كلنا. كل الناس اللي عايزة تخص هيجتمعهم في بوست واحد بالاوزان بتاعتهم. هنبتدل نتكلم عن الموضوع ده. ونبتدل ان احنا نقترح انظمة غذائية نمشي عليها كلنا ونشوف نتيجتها معنا ايه? يعني هنحط نظام غذائي هيبتدي نتجمع فيه كجروب كلنا. ونبتدل ان احنا نشوف كل اسبوع الاستجابة بتاعتنا تبقى عاملة ازاي? كلام ده ان شاء الله هنعمله في نهاية الشهر ده. عايز كل الناس النهاية بتتبلغ بعضها عشان نبتدي ان احنا اي حد عايز يخس. نبتدي نشجع بعض ان احنا نخس ونمشي. وقبل ما نخس نمشي على طريقة صح. وغذاء صح. المريد السكر. مريد الضغطة. مريد القلب. اللي عنده مشاكل في الكلة. اللي عنده مشاكل في الكب. نبتدي ان احنا نتجمع عشان نمشي على نظام غذائي مصبوط. وهنمشي اسبوع باسبوع. وهنحط لنفسنا بلان عشان نوصل للوزن اللي احنا عايزينه. يا ريتي وبقى فيه تفاعل مننا مع بعض ان شاء الله عشان الفيديو الجاي هبقى فيك كلام ده بازن الله. واتمنى تكونوا كلكم استفدتوا وااسف على اي تأخير. وكل سنة انتوا طيبين واعيد حب سعيد عليكم كلكم. سلام عليكم.